النهاردة أنا كل ده بشرح لك المقدمة عشان تبقى فاهم اللي احنا بنقوله النهاردة التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه أبو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الرئيسين بطبيعة الحال وهو أمر مفهوم ومؤكد أعربوا عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الوطيدة ما بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وعلى مستوى الشعبين الشقيقين كمان تقدم فخامة الرئيس بالتهنئة على الإنجاز اللي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي وبرضو أهن الشعب الشقيق وتمنى لي المزيد من التقدم والازدهار زي ما نقول دايما كده عندنا في شعوبنا العربية في ثقافتنا إنه في النهاية الخير واحد الخير يعم اللي بيحصل عندك بيفرحني واللي بيحصل عندي بيفرحك طيب تعال نرجع هنا للقاء تطرق اللقاء للتباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 28 واللي هتستضيفه إمارة دبي دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية هذا العام أظن هيا في نوفمبر برضو مش كده ولا إيه طيب طبعا الهدف هو الاستفادة من التجربة المصرية بالغة النجاح في استضافة الدورة السابقة كوب 27 في شرم الشيخ طيب ونبني على النواتج اللي اتحققت عندنا في شرم الشيخ وبالتالي يصبح فيه دعفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي بالطريقة اللي تصون الموارد البيئية تحقق مصلحة الإنسانية أما على الصعيد السياسي فتوافق الرئيسان على إيه توافق الرئيسان على ضرورة العمل على حل أزمات ومشاكل المنطقة أزمات ومشاكل المنطقة اتكلم عنها المزيع من شوي يبقى أنت كده فهمت أهمية هذا اللقاء الأهمية الكاملة لهذا اللقاء بنتكلم على الأزمات المنطقة بنتكلم على العلاقات القوية والوطيضة ما بين الدولتين والشعبين والقيادتين الأشقاء جميعا وبنتكلم على كيفية العمل المشترك في مؤتمرات المناخ مصر عندها كوب 27 الإمارات عندها كوب 28 أتمنى بس نبقى ألقينا الضوء بشكل أكثر إضاحا ألقينا الضوء بشكل أكثر إضاحا